السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم وحلقة جديدة مع الداية جديدة نعرف بيها معلومة جديدة نغير بيها حياتنا معلومة النهاردة عن نظام غذائي مناسب جدا لمريض السكر بيثبت لمصطفى السكر في الدم وبيدي له نتائج حلوة جدا وده مش كلامي ده كلام الجامعية الأمريكية لمرضى السكر النظام ده اسمه الميديتيريان دايت هنفهم يعني ايه ميديتيريان دايت وهو عبارة عن ايه المدرسة دي بتستنت لإيه وهنمشي يومنا زيه عشان نوصل للنتائج اللي قريدي الدراسات اتكلمت عليها يلا بينا نبدأ حلقتنا ونعرف كل حاجة عن الميديتيريان دايت اهلا بيكم طيب خلونا نعرف الاول احنا ليه بنقول ان الميديتيريان미 دايت ده اكتر دايت Karena والناس بيبعا عندها كلستوريا المرتفع هل ده كلامنا احنا لا ده كلام الجامعية الأمريكية لمرضى السكر هي اللي قالت هي اللي قالت ان اكتر lacks وبيجي من نتائج حلوة جدا وبيزبط لي مستوى السكر في الدم هو المهيديتيريان طيب بي احنا عادي hurry to know يعني ايه هو عبارة عن ايه ونعمله ازاي ونبدأه ازاي ونوزعه ازاي على مدار يومي طيب في الاول بس هقولكو خطوط عريضة كده هو عايز ايه يعمل ايه ضايت ده وهنخص جوه التفاصيل بعد كده هو رقم واحد هو بيقلل حاجات من عناصر غذائية بتاعت الاكل وبيزود حاجات تانية يعني يبدأ يقولك كل ضهون مثلا قلل لي الضهون اللي هي المشبعة وزود لي الضهون اللي هي الغير مشبعة يجي يقولك منتجات الالبان قللها يجي يقولك مثلا اللحوم قلل من اللحوم وزود لي مسلا لو هتاخد بروتين خليه من الاسماك يزود الاسماك يجي يقولك زود لي من الفواكه زود لي من الخضار فهمني ازاي فهو زود لي من الفايبرز الالياف قلل من السودون يعني سودون يكون اقل من 1500 ما يزيدش عن كده وهكذا فهو بيزود حاجات وبيقلل حاجات من ناحية التانية طب خلونا بقى ناخدها واحدة واحدة كده طبعا احنا اصلا في المبدأ كده لازم نبقى احنا عارفين انت بتوزع العناصر الغذائية او الاكل بتاع خلال اليوم ازاي? وعندك ميزان طبعا عشان تشوف الوحدات الجرام بتدخل قد ايه جرام دهون وقد ايه ناشويات? وحسبنا قبل كده مع بعض لو انا بدخل معلقة زيزة تون دي قد ايه دهون معلقة اه مسلا طفاحة دي كم جرام اه مش عارف في البيضة قد ايه جرام? وده عملناه خلاص في نظام الحصص وفي منها اني ده اساس قصلا التغذية ده البيزيك اساسا لو لما انت بتفهمه يجي اقول لك اي حاجة مسلا انت محتاج خمسة وتلاتين جرام كزا فخلاص انا هاوزن الجرام قد كزا وانعارف الجرام ده بحوله القد ايه وفي نفس الوقت بيديني كام فدي مهمة جدا طيب فانت حسبت خلاص انت محتاج قد ايه من الجرامات من الضهون ومن النشويات ومن البروتين خلال يومك انا عايز امشي بقى همشيه ازاي? اول حاجة كده خلونا نتكلم على بند الدهون. الدهون فيه دهون مشابعة ودهون غير مشابهة ودهون اللي هي الترانسفات اللي انا دايما بكلمك عليه اللي هي المتحولة. طيب هو بيقول لك اللي هي المشابعة ما تزيدش عن سبعة في المية. يعني انا مثلا خلال يومي انا هدخل اربعين جرام من الدهون. اربعين في المية من اكلي من التوتل. اربعين في المية دهون. خليهم الغير مشابعة. بلاش مشابعة. مشابعة ماكسما تبعين ايه هم برضو المشابعة والغير مشابعة مش عارفين. المشابعة اي حاجة بدرجة حرارة الغرفة صلبة هي مشابعة. يعيزيت جزء الي هند لو الكوكونات اويل هو بدرجة حرارة الغرفة صلب. ف هو دهون مشابعة. الزبدة دهون مشابعة. رغم ان الكوكونات помощью متشين بتحرق بسرعة. ولكن المدرسة دي بتقولك خليني ما زيتش عن 7% من K Nov One بتاعتك اللي هي الضهون. فخلاص يبقى ضهون المشبعة اللي هي بتبقى صلبة في درجة رحلها الغرفة. مش هزيتها عن 7%. طب احنا بنقول ان 40% من اكلك ضهون صح. ضهون صحية. الباقي هيروح مين? هيروح للاندساتوريت yellow. هي الضهون الغير مشبع. اللي هي ايه برضو? ضهون غير مشبع? زيت زيتون. ضهون غير مشبع. طبعا عندنا الأفوكاة دهون غير مشبعة. الدهون اللي جوة الدهون التونة السلمون الساردين دي دهون غير مشبع زبدة فول السوداني غير مشبع ايه تاني المكسرات اللوز عيناء الجمل كل دي دهون غير مشبع فانت اللي هي بتبقى سيلة في درجة حرارة الغرفة وبتبقى موجودة في اكلات كتير فيها دهون اي حاجة سيلة زي الزيت الزيتون دي دهون غير مشبع دي ساعتها بتبقى موجودة معاك بنسبة اللي هي البيء اللي هو مثلا 30% من الاكل بتاعك. حلو كده? طيب. الدهون بقى اللي هي المتحولة? دي بيقول لك قللها? لا. دي بيقول لك الناحة خالص. الناحة خالص زي ما احنا عدتهم بنتكلم. لان هي دي اصلا اللي بتبوز كل حاجة في جسمك. هي دي اللي بتخلي جسمك هو مش فاهم هو فيه اللي بيحصل برا. هي اللي بتبوز هرمونات الجسم وتبوز خلايا الجسم وتبوز كل حاجة. لان هي متحولة يعني. الهيدروجينة هو مش فهم اللي دخلوا من برا ده. طب الترانسفات ده موجود فين? موجود في حاجات كتيرة جدا من اكل. مصادر اكل انت بتشتريها من برا. مغلفة موجودة عليها الترانسفات. عشان كده لازم نقرأ الحاجة كويس جدا. او طبعا الزيوت اللي هي اللي بتبقى المدرجة او السامنة النباتي او في اللحوم اللي هي مصنعة او في السوسيز او في البورجر او مش عارفة اللانشون والباستيرما. كل القصة دي دهون الترانسفات اللي هي المتحولة. فدي نمنحة تماما عشان بتبوص كل حاجة في خلايا الجسم. ومتخليش السكر يزبط خالص دايما سكرك يبقى عالي وما انتش عارف ايه السبب. حلو كده? وخلي بالكو في احيانا منتجات الجبن والكلام ده بيكون فيها دهون متحولة. عشان كده مهمة قوي ان انت تقرق العلب الجبن والحاجات اللي انتو بتشتروها عن الترانسفات. حلو? طيب. وانا عملت حلقة مخصوصة عن قصة دي. طيب بقى كده احنا عارفنا اول حاجة من الدهون. هنقطر الانساتريتت اللي هي المشبع ونقلل المشبع. طيب بعد كده بقى البروتين. البروتين هيبقى عشرين في المية من حسيتك في اليوم. طبعا البروتين زي ما احنا لسه قليم شوية هو بيقولك اللحوم بتقلل اللحوم. يعني ما يبقاش عندك اللحوم كتيرة خلال الاسبوع او كل يوم بتاكل اللحوم. طيب اخد مصدر البروتين بتاعي بيقولك كتر السمك. الاسماك عنده من الاختيارات رقم واحد في البروتين. بعد كده طبعا الاسماك زي التونة زي السردين زي كل الاسماك اللي هي السلمون. كل الاسماك اللي هي كمان بيبقى فيها دمون صحية بلوس البروتين بتاعها بيكون حلو. دي بيكون عنده في الاختيارات رقم واحد في البروتين. بيجي معانا البروتين من الفراخ اه بيجي معانا. ولكن اللحوم هي اللي بنمدأ ان احنا نقلل. طيب ده بالنسبة للبروتين بتاعنا. يبقى احنا اربعين في المية من يومك هيكون عبارة عن ضهوم. وعشرين في المية من يومك عبارة عن بروتين اللي هو انت اصلا حاسب يومك ماشي ازاي. طيب باقي بعد كده طبعا بيجي يقول لك ان احنا عايزين ندخل النشويات. اللي هي النسبة الباقي من تلاتين لاربعين في المية. طيب النشويات هل ممكن اخد سكر? هل ممكن اخد محليات صناعية? هل ما سمحني انا اخد مغبوزات? الكلام ده كله مش موجود خالص. الكلام تقوله مش موجود في الميديتريان دايد. بيقول لك ان انت تزود لي الفايبرز عالي الالياب قد ايه? من خمسة وعشرين لتلاتين جرام من الحصة بتاعتك من النشويات. لازم تكون عبارة عن الالياب. وطبعا احنا اتكلمنا كتير عن الالياب وفوائد الالياب. وعن حلقة مخصوصة عن الالياب وانتوا بقيتوا اسادزة. فالالياب يبقى من خمسة وعشرين لتلاتين جرام من الالياب. حلو جدا. ايه تاني? منتجات الالبان بتقللها. ولكن ممكن ندخل الزباة ان طبعا بيبقى فيه بكتيريا نفعة. لكن البان كالبان بنبدأ ان احنا نقلب منتجات الالبين. طب زي الفل. ايه تاني? قالك خد الحاجات اللي هي بتبقى فيها حبوب الكاملة. يعني احنا عندنا مثلا الشوفان لما نيجي نجيبه ده الشوفان نجيبه كامل الحبة ونبدأ ندخله سواء بقى دي او الكلام ده بيقول لك فيه الياف وفي نفس الوقت انه بيدي احساس حلو بالشبع وما بيفعش سكر الدم على طول. دخل اي حاجات اللي هي بتدي الاحساس ده وفي نفس الوقت نشويات نظيفة وزي برضو الرز الابيض ورز البسمتي بتديك احساس حلو وفي نفس الوقت دخلنا نشويات مفيدة لجسمنا مش اي حاجة كده وخلاص. فهميني ازاي? طيب اخر حاجة بقى الكوليسترول. الكوليسترول ما يزيدش عن متنجة طبعا احنا كلنا عارفين اهمية الكوليسترول واهمية الدهون واتكلمت كتير قوي في القصة دي. ولكن مدرسة دي بتقول لك ان انت ما تزودش الكوليسترول اللي هو الاكسترنال من بره. عن متين جروم. حلو كده سواء بقى من الجنبري او مصفار البيت. يعني انت معاك اتنين بيضة في اليوم سواء بالبيض والصفار بتاعها. ده بالنسبة قصة الكوليسترول. يبا احنا كده للخص المدرسة بتعتمد ان هي بتعتمد على البروتين من مصادر الاسماك والفراخ. بتقلل اللحوم. في نفس الوقت بتزود الفكهة. بتزود الخضار. بتزود المكسرات. الدهون اللي هي الغير مشبعة. اللي هي الحاجات اللي هي الدهون الغير مشبعة. اللي هي الدهون اللي صحية. سواء زيت زيتون بقى. او المكسرات او النطس او الكلام ده كله. ومن ناحية التانية طبعا بتقلل الالبان. وتقلل اللي هي الدهون المشبعة. وتمنع خالص الترانس فات. والسوديوم يبقى الف ونص ميلي جرام. دي المدرسة كلها. طيب انا دلوقتي كمريض سكر. انا عارف انا باخد قد ايه من الوجبات بتاعتي. شكل الطبق بتاعي. هتبدأ ان انت تقسمه ساعتها زي ما احنا عارفين. فيه خضار. وفيه مصدر النشوات بتاعتنا. وفيه مصدر الدهون الصحية. والبروتين بتاعي. هتقوم مقسم شكل الطبق بتاعك تركز قوي على الخضار. لان هو بيعلي الخضار. سواء بقى البروكلي. البقدونس. الجرجير. الفلفل الالوان. كل الخضار اللي انت بتحبه يكون موجود معاك بشكل يومي في الطبق. ويبقى كمياته كبيرة عشان محتاجين متاسي ومحتاجين منرلز وفايتمز بناخدها اساسي من الخضار. وطبعا باقي الطبق بتاعك الربع بتاعه بيبقى عبارة عن النشويات بتاعتك اللي انت بتحطها. وطبعا قلنا نشويات من غير جلوتين اللي احنا عارفين النشويات بتكون نضيفة زي رز الابيض زي الشفان. ايا كان السورس بتاعك مسلا عامل عيش من الحمص من العتس بقليات اي حاجة. ومعانا بقى مصدر دهون صحية بقى زيت زتون اللي سامنا البلدي او الزبدة دي دهون ساتوريتت اللي هي المشبع ما تزيتش عن سبع في المية. ومصدر البروتين بتاعنا نتركز فيه على الاسماك والفريخ. حلو كده. عايزاكم تقولولي رأيكم في الضايت ده ايه? حاسين ان انتو اد فاليو ليكو او مين عايز يبدأ ان هو يجرب الميديتريان ضايت. ويشوف النتائج موجودة عليه عاملة ازاي? ويكتبولي في الكومنتات ان انا هنتابع الميديتريان ضايت ونشوف الريزلت مع بعض. احنا ممكن نوصل لايه? ونقيد سكر الدم قبل ما تستخدموا الضايت ده. وبعد شهر. وسل لقد ايه وبعد شهرين وسل لقد دي. يا رب تكون الحلقة مفيدة. وقدرت ان انا اللخصلكم باسلوب بسيط. يعني ايه بدتريان ضايت? وفهمناي ممكن ماشي ازاي? ولو لسه فيه اي اسئلة او حاجة انا وقعت مني ما قدرتش ان انا وضعها في الحلقة. اكتبولي تحت في الكومنتات. وان شاء الله هجاوب عليكم بامر الله. واستنوني الحلقة الجاية. وبشكركم جدا عن المتابعة وبشكركم ان انتم بتسمعوني. واشوفكم بخير وسحة وسعادة الحلقة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.